في بلد يقدر عدد قطع السلاح الموجودة لدى منجت معه بأكثر من ثلاثة عشرة مليون قطعة سلاح تعلن السلطات فيه إطلاق برنامج يهدف لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت عبر محاولة شراء الأسلحة من المواطنين وهو أمر يشكك كثيرون بقابلية تطبيقه على أرض الواقع حملة أثارت موجة من الانتقادات أطلقتها وزارة الداخلية في العراق بهدف حصر السلاح بيد الدولة وذلك بعد تخصيص السلطات 15 مليار دينار عراقي لشراء الأسلحة وهو مبلغ بحسب خبراء أمنيين يكفي لشراء نحو 15 ألف قطعة كلاشنكوف فقط سياسة حصر السلاح بيد الدولة لدينا خطين، الخط الأول هو الأسلحة الخفيفة التي أعلنها بتسجيل أسلحة ضمن مراكز الشرطة وفتحنا استمارة إلكترونية موجودة على بوابة أور هذا الخط، الخط الثاني هو الأسلحة المتوسطة والثقيلة تم تخصيص مبلغ مليار دينار لكل قيادة الشرطة سيتم به الشراء الأسلحة المتوسطة هذه الخطوة التي تقول الوزارة إنها ستحد من الانتشار العشوائي للأسلحة ستعقبها خطوة أخرى تتمثل بمنح هويات حمل السلاح لمن تنطبق عليه الشروط بشكل أصلي ومنظم في سابقة خطيرة، يقول خبراء أمنيون أنها ستكون وصفة سحرية لعسكرة المجتمع العراقي بشكل منظم وما يعزز فرضية تخبط الحكومة وعدم جديتها كما يرى الخبراء هو تجاهلها المطلق للقوانين البرلمانية التي تجيز لمكاتب الأسلحة ممارسة عملها وبيع السلاح للمواطنين وعبر تجار معروفين وبالتوازي مع ذلك تشكك مفوضية حقوق الإنسان بإمكانية إنهاء أزمة انتشار السلاح عبر هذا البرنامج في ظل تصاعد وطيرة النزاعات العشائرية لا سيما في المحافظات الجنوبية والتزايد الكبير في أعداد الأسلحة الخارجة عن سيطرة القانون وانتشار الميليشيات وبناء على هذه المؤشرات يؤكد ناشطون أن حكومة السودان تحاول بشتى السبل والطرق الترويج لمشاريع وإنجازات دعائية فقط في ظل بقاء حقيقة امتلاك الكثير من الميليشيات أسلحة غير مسجلة وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة بشأن إمكانية مكافحة السلاح المنفلت على يد حكومة منبثقة أساسا من كتل تمتلك ميليشيات لا تخشى توجيه أسلحتها ومسياراتها إلى منزل رئيس الوزراء نفسه إذا فكر بالاقتراب من مصالحها